وعشرين مع اسموحة وإطلاق الجيش تلاتين أربعة وعشرين الفرقة طبعا يعني بدأت نوعا ما تهدم النواحي الفنية مع مستر ديفيد ديفيز ولكن تعرفين حضراتكم كرة اليد والكرة الطائرة والمنافسة غالبا ما احترمنا للجميع وعلى رأسنا من فوق كل الفرقة ولكن بشهادة الجميع المنافسة الأقوى بيكون بين الأهل والزمالك الكرة الطائرة تمام الحمد لله طمنا عليها يبقى مبارايتنا في كرة اليد مع نادي الزمالك هي الحقيقة اللي بتبقى الحاسمة فريق كرة اليد عنده المزيد من البطولات عنده بطولة الدول السوبر اللي بتلاعب دلوقتي أو دور المحترفين لكرة اليد اللي بتلاعب دلوقتي فيه لسه كأس مصر لسه فيه بطولة بطال الكووس لسه السوبر الأفريقي الفرقة الحية عندها بطولات والتزامات دولية ومحلية كثيرة نتمنى لها التوفيق وخطوة بخطوة إن شاء الله وزيما حضركم شفتم بارح على شاشة قناة النادي الأهلي نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي معالي الوزير العامري فاروق وهو بيتكلم وبيقول على ملف كرة اليد إن احنا اشتغلنا على حاجات معينة هتشوفوها الفترة القادمة ده كان تصريح معالي الوزير مبارح عقب المباراة في لقاءه مع مرسلنا محمد توفيق اللي كان في أرض الملعب يعني نادي الأهلي شايف وعارف وحاسس بنبض جماهير وعارف فين المشكلة وبيشتغل عليها وان شاء الله نتوقع المزيد وانسايبين الراجل ياخد حريته ديفيد ديفيز في الشغل ويقدر يبقى في نتيجة بإذن الله في الفترة القادمة هنروح لكرة اليد سيدات ونفس الوضع بالنسبة للرجال بيستعدوا لمباراة مهمة في سابع جولات الدوري العام اللي هو الدوري التاني مباراة مهمة مع اسموحة طبعا الفريق بقيادة كابتن محمد عادل زولة جاهز المواجهة مع اسموحة إن شاء الله في الجولة السبعة المواجهة هتلاقي على صالة نادي اسموحة في اسكندرية يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله الفريقتين طلعين بر اليد الرجال طلع بكرة لسبورتينج يوم الجمعة بعد بكرة السيدات تتلعب مع اسموحة في اسكندرية فريقتنا في المركز الأول برأسية 18 نقطة بعد ما فازت على الطيران والمعادي والزمالك والشمس والسبورتينج وجزيرة بالمناسبة الدور ده عبارة عن 8 فرق اللي احنا كنا في الأول 18 فرق طلع 8 فرق الأوائل بيلعبوا دلوقتي دوري من رايح جاي هيطلع منهم بعد كده أول ستة هيلعبوا على أول أربع عن أسف هيلعبوا على دوري السوبر دورة مجمعة واحدة على السوبر يعني 8-18 8-4 18 فريق بقى كده بقوا 8 هيبقوا 4-4 على فكرة اللي هيطلع الدور اللي بعد كده مبرد مهم لأنها تطلع بنقاط الأول هياخد تقريبا